نصل الآن أيها الأفاضل إلى محاولة شرح الوحدة الأخيرة أو الخامسة من مقرر أخلاقيات المهنة هذه الوحدة هي بعنوان الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث طبعا نذكر فقط بأننا تعرضنا في هذا المقرر إلى حد الآن إلى شرح أربع وحدات أو أربع فصول تعلق الفصل الأول بما الأخلاق الفصل الثاني بمقومات النظرية الأخلاقية الإسلامية وخصوصيتها وخاصة في مجال العمل الفصل الثالث كان بعنوان الأخلاقيات المهنة في التربية والتعليم والفصل الرابع كان بخصوص الميثاق السعودي لأخلاقية مهنة التربية والتعليم إذن لكي نصل بهذا الشرح إلى ذروته وبالتالي إلى تحقيق أهدافه كاملة لابد أن ننتقل إلى الفصل الخامس ليكون هو خاتمة هذا العمل وهذا الشرح طبعا بعنوان كما ذكرت الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث عناصر هذه الوحدة هي كما هو معلم على الشاشة تتكون من خمسة عناصر العنص الأول هو ما فلسفة الأخلاق سنتعرض له بعد قليل إن شاء الله في الفيديو المواني ثم الأخلاق في المدرسة الطبيعية أو المدرسة الطبيعية في الأخلاق نبذة قصيرة أو صغيرة عنها ثم نبذة أخرى عن المدرسة العقلانية في الأخلاق ثم نبذة أخرى عن المدرسة البراجماتية في الأخلاق ثم نبذة أخيرا عن المدرسة الاجتماعية في الأخلاق في البداية لابد أن نشير بأن اختيارنا لهذه المدارس الفلسفية لا يعني أننا نحيط بكل المدارس الفكرية في المجال الأخلاق الحديثة والمعاصرة بل بالعكس وإنما هو اختيار لشهرة هذه المدارس من ناحية ثم لاستمرار عمل هذه المدارس إلى يومنا الحالي ثم كذلك لأنها مثال أو مدخل لمن يريد أن يستزيد في هذا الأمر في مطالعاته في دراسته هي مجرد مداخل تساعد ربما على تمثل بعض عناصر الجدل الفلسفي الأخلاقي المعاصر بالنسبة لأهدف هذه الوحدة كما هو معنى تتكون أهدف هذه الوحدة من العناصر الأربعة التالية الهدف الأول هو محاولة التعرف على المقصود بفلسفة الأخلاق لما نقول فلسفة الأخلاق هذا مفهوم أساسي وسنشتغل عليه بشكل كبير في هذه الوحدة لذلك لا بد أن نعرفها ما المقصود بالفلسفة الأخلاق لفلسوفي دو لاموغال بالفرنسي الهدف الثاني هو محاولة التعرف على مركز الجدل في الفكر الأخلاقي الحديث وهي مسألة أصل الضمير الضمير الأخلاقي هو مصدر الأخلاق فينا لأن الأخلاق تنبع من الضمير وبالتالي فقد مثل أصل الضمير وما طبيعة الضمير وكيف يشتغل الضمير وما هي السلطة التي يتمتع بها الضمير ومن أين تأتي هذه السلطة مسألة كبيرة جدا بالنسبة لمفكر الأخلاق وبالنسبة لعلم النفس المعاصر حتى بعض مدارس علم النفس اشتغلت بشكل كبير جدا نذكر مثلا على سبيل المثال جون بياجي عالم النفس التكويني السويسري المعاصر كتب في هذا وبحث في تطور أو نمو الضمير الأخلاقي عند الطفل وتابع تطوره فإذن هو مسألة أيضا سيكولوجية وليست فقط مسألة فلسفية الهدف الثالث هو امتلاك فهم حول الطبيعة المتحولة والدينامية والمتغيرة للمفاهيم الأخلاقية بحيث أن المفاهيم الأخلاقية ليست مفاهيم جامدة ليست مفاهيم أبدية خالدة متعالية عن الزمن بل بالعكس هي مفاهيم تاريخية وبالتالي مفاهيم اجتماعية وثقفية يعني مفاهيم نسبية يسري عليها قانون الولادة والموت وبالتالي إمكانية أنها تظهر في الزمان وتختفي في الزمان تظهر في هذه المجتمعات وتختفي في مجتمعات نقرة وحتى في داخل المجتمع نفسه فامتلاك هذه الثقافة النسبية حول الأخلاق يساعدنا على نقد الظاهرة الأخلاقية وعلى تطوير الظاهرة الأخلاقية وعلى تأسيس فكر نقدي بخصوصها هذا هو الهدف الثالث الهدف الرابع وهو هدف الحقيقة كنا أعلناه منذ البداية تقريبا منذ الوحدة الثانية للذين يتابعوننا بدقة من أهدف هذه الوحدة الأخيرة هي اكتساب بعض المعطيات المعرفية سنقدم بعض المعطيات معرفية دقيقة قدر الإمكان تساعد من يمتلكها على إنجاز مقارنات بين النظريات الأخلاقية الحديثة الفلسفة الأخلاقية الحديثة والنظرية الأخلاقية الإسلامية والنظرية الأخلاقية الإسلامية بشكل موضوعي وبشكل دقيق يعني بشكل موضوعي إلى حد كبير وبشكل دقيق دون أن يكون في ذلك مبالغات ودون أن يكون في ذلك تفريط أيضا لا إفراط ولا تفريط إذن هذا أيضا من الأهداف الأساسية التي تسعى لها هذه الوحدة وهي كما ذكرنا بعنوان الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث